موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة حلقة النهاردة فيها تفاصيل فنية مهمة جدا لأنه بالتأكيد نلقى الدوء على الأحداث الرياضية والتطورات الفنية سواء فيما يتعلق بمستقبل الدوري العام خلال الفترة القادمة أو حتى المشوار الإفريقي للأندية المصرية لا سيما النادي الأهلي الذي اكتاز مواجهة دور الـ 64 وتأهل إلى دور الـ 32 لمواجهة فريق أكانو بطل جنيا الاستوائية إن شاء الله منتصف الشهر القادم في زهاب دور الـ 32 حالة النهاردة معنا فيها دفن مهمين جدا الفقرة الأولى هيكون معايا فيها الكابتن صديق الجمال عضو اكتشاف لجنة اكتشاف المواهب بيئة النادي الأهلي والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة مع الكابتن محمد عبدالجليل أحد نجوم النادي الأهلي السابقين ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقصة لكن في البداية برحب بيئة الكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بيئة النادي الأهلي كابتن صديق برحب بيك أهلا بيك من نور الدنيا أهلا بيك كابتن محمد إزاي صحتك إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام كل تمام؟ الحمد لله الأول قبل ما نخش في الموضوعات الفنية المتعلقة بالقرى المصرية في الفترة اللي جاية أولا طميني اللجنة اكتشاف المواهب في التقويت الحالي هل فيه أمور جيدة للفترة القادمة الموسم الماضي تم اكتشاف عدد كبير جدا من اللاعبين صغار السن أو حتى في المراحل الأعلى في مرحلة الشباب أو قطاع الشباب؟ الحمد لله طبعا إحنا من الموسم اللي فات يعني وإحنا في اللجنة مركزين جدا إن إحنا نضم أبرز العناصر وأحسن عناصر الموجودة الفترة اللي فاتت قبل ما الموسم يخلص اللي فات دوت كنا محضرين بعض اللعيبة اللي هم كويسين جدا ومرشحينهم من نادي الأهلي فطبعا لسه نادي الأهلي بفيه مفاوضات على أساس أن يكونوا موجودين الموسم ده بإذن الله فيه أكتر من النصر أكتر من اللاعب مميز يعني إن شاء الله يكونوا موجودين للفترة اللي جايب إذن الله المراحل السنية كابتن صديق في مراحل السنية صغيرة قوي ولا لا مرحلة التساعتاشر للساعتاشر لا فيه ستاشر سبعتاشر تمنتاشر خمستاشر يعني الحياة اللي حتى لما يكون فيه مثلا لعيبة مغوبين 2009-2010 أي حد بيكون إضافة يكون موجود في نادي الأهلي مستوي أو هيلو أنا شايفين أن يقع عليه الترشيح بنضمه على طول طبعا بيتارد على على اللجنة قطاع الناشئين عن طريق كابتن فتح مبروك عن طريق طبعا رئيس اللجنة كابتن محمود صالح فبقى فيه تواصل والرأي الأول الأخير الفني في الملعب لجاز الناشئين بقيادة كابتن فتح مبروك هو اللي بياخدوا القرار بانضمام اللعيبين والجهزة الفنية اللي موجودة في نادي الأهلي كل واحد حسب سنه جزئية مهمة جدا واللجنة دي أكيد دورها فني مهمة جدا لفترة الجاية لأن المراحل اكتشاف الموابع اللعبين الصغار السن المعدلة صعبة أوه عشان تلاقيه ولد صغير عنده موهبة تضم للقطاع يبدأ يشتغل مع النادي الأهلي فعنصر مهم جدا في الفترة الجاية أكيد إن شاء الله إحنا برضو بيتحب تواجه مثلا إن أنت بتاخد وقت على ما تلاقي عناصر مميزة جدا جدا سواء عن طريق الناس اللي هم بتعملهم معنا أو إحنا برضو بروح المباراة وبنتفرج ونشوف مين اللي هو يكون موجود في النادي وبنقدمه زي ما قلت لحضرك للقطاع يعني متابعة على مدار الموسم صح؟ أكيد أول من الموسم طبعا بيبدأ وفيه طبعا مباراة قبل الموسم فيه حاجات وديها بروح نتفرج عليها برضو وبنبص بحيث لو فيه حد ظهر لنا كويس وحد ما رشح لنا أي حد في أي مكان بيبقى إحنا متواجدين وبنتفرج عليه وبنقدم تأرير للكابتن محمود واللي بتوع عليه الموصفات أن يكون موجود داخل النادي بينضم إن شاء الله في النادي الأليان طيب دي كالجزئية مهمة في البداية بس طبعا نذكر الناس ونعرف الناس دور اللجنة تكتشاف المواهب فيه الفترة القادمة هذه اللجنة اللي بيرقصها وبيديرها الفترة الحالية الكابتن محمود صالح وبالتأكيد إن شاء الله نترم التوفيق كابتن محمد أني أسفا مبارك له عشان هو أخير الدكتورة حصل على درجة الدكتورة الدكتور محمود صالح ألف مليون مبروك طيب طبعا الفترة القادمة فيها تحديات مهمة جدا أول تحدي الفترة القادمة هي مباراة دوري أبطال إفريقيا مرحلة دور الاثنين وثلاثين تحدد بشكل رسمي ونهائي المواجهات الفرع اللي هتواجه بعضها في مرحلة دور الاثنين وثلاثين ودور الاثنين وثلاثين أكيد بيختلف في المستوى الفني آه مش بنفس قوة طبعا المراحل النهائية في البطولة لكن نوعا ما أفضل من مرحلة دور الاربعة وستين طبعا الأهل هي لعب معها كانوا سبورت بطل غينيا الاستوائية مباراة الزهاب في غينيا الاستوائية أحد أيام 13-14-15 ستمبر ومباراة العودة بعدها بأسبوعين في القاهرة نادي الزمالكس يواجه فريق جينفزان فوت أهل بطل السنغال نفس الأمر المباراة الأولى في أسنغال ومباراة الثانية في القاهرة بيترو أتليتكو الأنجولا هي لعب كامبالا سيتي الأوغندي كودور سيشيل هي لعب ماموليدي سانداونز من جنوب إفريقيا الرجاء المغربي هي لعب مع النصر الليبي شبيبية القبائل الجزائري هي لعب مع هوريا كونكري الغيني النجمة الساحلي التونسي هي لعب مع أشانتي كوتوكو الغاني زيسكو الزنبي هي لعب مع يانجي أفريكانز التنزاني بلاتنيوم زينبابوي هي لعب مع ديسونجو بطل موزنبيك براميرو ديج أغسطو بطل أنجولا هي لعب مع جرين إيجيلز بطل زينبابوي فوسا جونيورز هي لعب هو بطل مدغشقر هي لعب مع مازينبي الكنغولي اتحاد العاصمة الجزائري هي لعب مع جورماهي الكيني الهلال السوداني مع نينبا الناجيري مواجهة صعبة وقوية جدا كارا توجو هي لعب مع فيتا كلاب من الكنغو وأخيرا وليس أخيرا ندزيب بطل موريتانيا يلعب مع الوداد البيضاوي المغربي مواجهات صعبة ومواجهات قوية لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق فيها للنادي الأهلي في بداية الموسم لأن بداية الموسم هتكون مباراة إفريقيا يوم 13-14 وقم 16 ستمبر ثم بعد كده المشوار المحلي هنشوف الفترة القادمة إمتى المعادة هتتعدل لو حصل تعديل سواف السوبر أو حتى في انطلاق الدور العام كانت نصدق طبعا بالتكلم عن مباراة إفريقيا وآخر حدث كانت لمباراة الأهلي أمام بطل جنوب السودان تقييمك للمباراة بشكل عام والمواجهة الأولى مع بطل غنيا الاستقايا هو طبعا المباراة اللي ارتاح تطلع برة كان فيه مباراة ده مستر لسارتي وفيه مباراة ده كابت محمد يوسف طبعا آخر مباراة كانت كويسة جدا الأهلي استفاد منها طلب منها بمكاسب كبير منها اشراك بعض اللحبين ما كانوش بيشاركوا خالص يعني بعد اللحبين كان فيه أكثر من خمس ست لعيب ما كانوش بيشاركوا وفيه ناس ظهرت بمستوى كويس جدا جدا سيبك من مستوى المنافس الأهلي بياخد كل المباراة بجدية قدم مباراة كويسة الناس اللي شاركت فيه ناس سجلت أداف عودة كويسة جدا ليهم زي صلاح محصن أحرص أدافين حسين الشحات واصل التقلق بتاعه جاب ثلاث أداف بعدما كان ناهي مع المقاولين والمتشاط اللي أمتش الزمالك يعني برضو فيه مكاسب كتير حتى اللي هو الباكليفت اللي بتاعه المكاسة محمود وحيد أه أدى برضو أداء كويس وكان موجود حمدي فتحي كل الناس اللي شاركت بالذات اللي قبلها فترة بجدية زي كابتين أحمد فتحي شارك بعد فترة غياب وأحرص هدف فاستفدنا منها إفادة كويسة جدا لبعض اللعيبة وفيه ارتياحية عند الكابتين محمد يوسف المباراة اللي جاية مهمة جدا في دور الاتنين وثلاثين أكيد هيبقى المستوى أقوى من المباراة دي فريق اطلع بره مع احترامي لي المستوى الفني ما كانش المستوى المطلوب أن تبقى فيه منافسة شاركة للنادي الأهلي بسى النادي الأهلي ما ليش دعا بالمنافس هو بيقدي في الإمكانيات بتاعة لعيبته وعايز يطلع بالنادي والأهداف اللي عايز حققها والأهداف اللي هي فعلا حققها في المباراة زي ما قلت حدك بعودة بعض اللعيبة المباراة اللي جاية هتبقى صعبة شوية اللي بتاعة كانو سبورت اللي هو من غينية غينية الاستوائية آه فأكيد الأهلي هستعدلها يستعدلها كويس جدا جدا والأهلي عنده برضو مباراة السوبر بتاعة الزمالك ممكن تكون قابليها لا بعدها أو بعديها فلازم يستعد بكوة إن شاء الله الفترة اللي جاية عشان يبقى فيه تواجد ومن البداية بقى موسم قول النادي الأهلي المباراة في حد ذاتها مباراة صعبة لأنك بتواجه منافس الأهلي ما كانش بلعن مع فرقة غينية الاستوائية من فترة طويلة جدا لكن استنى للأهل اللاعب فيها بطل من غينية الاستوائية فاز بدور أبطال أفريقيا في النهاية آه دي برضو فال كويس بداية مبشرة وإن شاء الله يكون فتحة خيرة على الأهلي في البطولة الأفريقية اللي هي عود جمهوره والنادي الأهلي دي من الاستحاقات اللي بيشارك فيها بيمركز فيها جدا جدا اللي هو دور الأبطال إن شاء الله السنة دي بإذن الله من البداية يكون فيه تركيز عالي جدا جدا واستعداد جيد أن ينحق البطولة السنة دي بإذن الله طيب بسافت الرحلة مسافة طويلة أكثر من حوالي 12 ساعة صفر أكيد ممكن تاخد مساحة وقت يوم أو اتنين بالنسبة للتجهيز اللعيبة والصفر شايف الصفر بقى في الأتغالي الإفريقية والبداية شايفها إزاي والمشوار يعني بين المبارد الأولى والسنة وفي صعوبة طبعا في الرحلة صعوبة في الرحلة بس طبعا الحمد لله النادي الأهل بقى منظم عنده كل حاجة الترتيبات قبلها مرتب كل حاجة بالنسبة للفرقة وما يقلهم كل مناخ كويس بحيث أنهما لما يروحوا ما بقاش فيه جهاد ما فيهش تعب يروحوا يقدوا المباراة بكوة فطبعا الأهل متعود على السفر وعلى الرحلات الطويلة وعلى الحاجات اللي هي الشقة ودي أنا الواحد بتفاعل لما يكون فيه تعب كده في الأول وفيه مجهود شاكل اللعيبة بتبزله ربنا بيكلل بالنجاح في الآخر فإن شاء الله بإذن الله الأهل قادر ومر بظروف زي دي كتير فإن شاء الله مش هتقصى عليهم بإذن الله إجمالا كده بالمباراة اللي ذكرتها كابتن صديق في مباراة الدور الثلاثين مباراة في مباراة صعبة وفي مباراة في المتناول يعني أنا شايفهم أصعب المباراة مثلا مباراة الهلال السوداني وإن بنيجيري هو الفرق اللي هي بتاعات أفريقيا لما يكون فيه عندهم مشاركات كتير في بطولات الأفريقية بتلاقي عندهم خبرات أكتر فريق ألمب ده فريق قوي جدا فريق الهلال السوداني يعني عندهم مشاركات كتير في بطولات الأفريقية فتلاقي المستوى أقوى من الفرق اللي مثلا انت زي اطلع برة أو الفرق مثلا اللي زي اللعبة الفريق الصومالي فالمستوى بتاعهم ضعيف شوية الفرق الثاني دي عشان نضوم مشاركات بيأخذوا خبرات كبيرة فتلاقي اليوم التواجد واليوم الكوة في شراسة في الملعب هو لازم دائما كده في الدور الـ 32 تلاقي مباراة أو 2 يعني صعبين شوية أو فرقتين بيصدموا بعض مبكرة أكيد أكيد زي أنت مثلا ممكن تيجي في فترة يقولك المفروض المباراة دي كانت تبقى في الآخر في النهاية تبقى مباراة مثلا بطولة أو طبعا مرحلة دور المجموعات مثلا في المجموعات وفي أوقات ساعات بيجي لك فرق في الأول ضعيفة بس أنا بتفاقل لما يكون فرق قوية إن شاء الله البداية هتبقى قوية جدا للنادي الأهلي فأنا بتمنى إن شاء الله يكون التركيز علي جدا الموسم ده البطولة دي اللي إحنا زي النادي الأهلي عود جميل بتاعته عليها وأنا شايف بالنسبة للنادي كله المجلس الدارة وجهاز فني والعيبة سواء فيه جهاز فني جديد أو جهاز المتواجد الناس مركزة تركيز علي جدا جدا عشان إن شاء الله يبقى لنا دور في البطولة دي قوي جدا عبرز التحديات اللي ممكن تواجه الأهلي في المرحلة القادمة من وجهة نظرك خاصة أن هذه التحديات ممكن يكون الجهاز الفني تعامل مع مكاسب معينة في المباراة الأخيرة أمام بطل جنوب السودان الجهاز الفني اللي هو الحالي الأخير بقيادة محمد يوسف هو محمد يوسف من المدربين زي بوله الوعدين حصل قبل كده اتحط في مواقف زي دي وكان ليه مشاركات أفريقية وعلى ما أعتقد خده الكمفدرالية محمد يوسف مش خد بطولة دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا آه آه يعني ليه بصمة اشتغل خد خبرات تقل في حتة المدير الفني في النادي الأهلي فنفيش خوف عليه لحد ما النادي الأهلي فيه طبعا الخطة اللي جاية تكلفة اللي هي لجنة التخطيط إن يجيبوا مدير فني أجنبي لو حصل أي عرقيل أو حصل أي تغيير أنا يعني كل جمير نادي الأهلي واسقف محمد يوسف ومجلس الإدارة لو تحط في المواقع الفترة اللي جاية هيأدي كويس جدا وهو زي ما قلت لك يمتلك من الخبرات دلوقتي لأنه مر بتجارب صعبة فعز ما كانش فيه كورة خالص كان الديني وقفة كان اللي قال لي كان مشارك والحمد لله قدر يتفوق وياخد بطولة أفريقية فأنا ما فيش خوف عليه النادي الأهلي لمجلس الإدارة بيساند أي مدرب سواء كان محلي أو أجنبي فيوسف ما شاء الله خلاص بقى زي بقوله استوى بلغة الكورة مفيش خوف عليه لو يشتغل هيأدي والجهاز المعاوني اللي معاها طبعا وجود مدير الكورة كل المناخ الجهاز الطب الجهاز الفني مجلس إدارة كل الناس بتبقى متكتفة لحيث اللي يبقى فيه نجاح في الآخر المنظومة فأنا متفاعلة لو محمد يوسف اشتغل إن شاء الله ربنا يكريمه ليه لا ويمشي الفترة اللي جاية لحد ما ايه ما الناس تاخد قرار يعني تمام إيه الأمور اللي ممكن يضحها المدير الفني الجديد لنادي الآلي في خصوص بيانه أو ما يتولى المسئولية المدير الفني الجديد بيبقى مطلوب منه حاجات كتير أول أول حاجة لازم يكون عنده من أول من كده عنده شخصية النادي الأهلي يكون قوي يكون قيادي أنا بصراحة فيه حاجات في السفهات ممكن تخضع يعني أنا طبعا مصر لسارتي أدى دوره كالترون أدى دوره وانت عارف النادي الأهلي أي حد بيجي يشتغل لغاية آخر لحظة بياخد حقه زيادة يعني أنا آسف أنا أترك لحتة يعني مصر لسارتي في الاجتماع اللي هو بعد المباراة مطمر الصحفي مطمر الصحفي ممكن يكون برضو إيه يعني إيه كان فيه حاجات مفروض ما يقولهيه رغم ذلك النادي الأهلي كرامه تكريم عالي جدا جدا وما بلتفتش النادي الأهلي لأي حد زي العنديات تانية لا خط حقه زيادة ماشي من النادي الأهلي كي أنه واخد البطولات كلها كي أنه ما كانش فيه إخفاقات عنده ما فيش أخطاء لأنه ده النادي الأهلي عودنا على كده طبعا إن شاء الله بتمنى من الفترة اللي جاية طبعا لجنة التخطيط على ما يستوى عليه جدا بالدكتور بمكتاد الدكتور تاني سماعين هيقع عليهم اختيار لمدير فني يعني فيه تلات مدارس النادي الأهلي بيدرس أن يجيب واحد منهم أنا عايزه يكون الشخصية لأن النادي الأهلي حملة قيل فيه نجوم كتير هيقابلها لما كانت مدرب عنده شخصية قوية أنت عندك نجوم عندك تلاتين لعيب إزاي ده يقعد على البنك إزاي ده هيبقى التعامل لازم يكون قوي لو المدير الفني مش قوي مهما مجلس الدارة يسنده بس فيه حتة بتاعته الشخصية اللي هي في الملعب انت قوي جوا هتبقى تمسك الزمام صح اللي جام محدش هفلت منك كله زي ما منه منه الجوزي لما جي مش أول سنة ولتاني سنة بعد كده شوف كان في الملعب عامل إزاي أي لعيب في النادي الأهلي مهما كان اسمه لعيب في النادي الأهلي على مر الأسور بتلتزم ولعيب عندها ثقافة وماشية كويس جدا جدا داخل النادي بس شخصية المدرب بقى فيها انضباط أكتر سواء انضباط تكتيكي في الملعب للعيبة اللي هو بيرشحها بيتلعب سواء انضباط للناس اللي قاعد على البنك يعني أنا حتة الشخصية القوية اللعيب اللي بيغير عارف ان المدرب قوي وامر ما يطلع يعمل أي حاجة تخرج عن النص يبقى أول حاجة الشخصية طبعا النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي دي قوية من ساعة ما النادي الأهلي اتنشأ الهيبة بتاعت النادي واسم النادي بجبيره اي حد ان يحترم النادي الاهلي فانعاز المدرب يلبس التوب ده اوي ما ايه يبقى عارف ايه النادي الاهلي ده عارف حاجة من النادي الاهلي جميل النادي الاهلي فيه طموحات محلية وكرية جزء من نجاح منه للجزء انه ارى ودرس وذاكر اوي طبيعة اللعب المصري وطبيعة وحياة النادي الاهلي ومهوره قيمة النادي الاهلي اكيد جميع النادي الاهلي عندها طموحات محلية وكرية يعني افريقية اي مشاركات النادي الاهلي جميع تبقى طلبة كتير من العيبة من المدير الفني فلازم هو بيقعد كده لازم يفهم حاجات دي كلها اول باول انا بتمنى يكون عنده جزء حتى مشاركات افريقية عشان احنا اغلبية الاستحاقات والبطولات اللي بيخش فيها افريقيا او حاجات بطولات عربية او حاجات الدور المحلي فلازم يكون فيه المواصفات دي عشان ينجح داخل النادي الاهلي ويعمل نفسه شخصية ويقعد بدل ما يقعد موسم يقعد موسمين ثلاثة ان هو اللي بيفرض على الادارة نارضة لسارتي لو كان مشي في الطريق مصبوط والناتج بتاعه في الاخر محصلة النائية اراد جميع النادي الاهلي ومجلس دارة النادي عمر ما حد يقول له مع السلام بعدين حتى ماشي بسرعة مشرفة بس ما كانش حيمشي بس كان فيه برضو ضربات كتير هو مسؤول عنها انا مجيش انا اركز في حتة معينة واسيب باية الفرقة عندي جزئيات كتير في الملعب لازم يبقى في نادي الاهلي تيمورك في فريق جماعي مجيش انا اركز مثلا على لعيب معين بعينه شايف ان هو خارج الفورمة بقاله سبعة تمام مباريات او بعيد خالص واجي ناس تانية ممكن تشارك ملعيب برضو لما يكونوا بواعد وانت مركز على شخص معين في مكان معين دول بيفقده السكة وتهرب منهم لما انت لازم تبقى تعمل توازن مش هقولك يعمل وتدويل لا يعني برضو تبقى انت تبص للناس التانية في حاجات تكتكية كتير سقطت منه فيه مبارات كتير سقطت مننا كنادي اهلي انت بتلعب فرقة زي مثلا براميز قلعبناها مرتين او ثلاث مرات طيب قبل ما نخش على قصة براميز احنا كنا بنتكلم على فكرة التحديات او الامور اللي ممكن تضحف المدير الفني جديد اه بالضبط كده اول حاجة قلت الشخصية طبعا الشخصية القيادة في الملعب كرات المباراة تغييراتك الهبة بتاعتك جوه اللي هي مرتبطة بالشخصية كل الحاجات دي كلها بيحطها في الاول دي هتولد النجاح وتولد الشخصية بتاعته ان يبقى داخل النادي القالب كوه زي ما قلتلك نبقى احنا ايه نطمع ان يقعد سنتين ثلاثة مش يجي يموسم واحد ويمشي النادي القالب متعود ما يغيرش مدربين بس المدرب اللي هو بيفرض شخصيته ان هو يتغير او يبقى موجود في الكيان الكبير ده فانا طبعا اكيد الناس اللي جاية الاختيارات النبادي هتبقى بدقة بعناية يعني مش عايز اقولك وانا متفائل يعني طبعا زي ما قلت لحضرك لجنة تخطيط دكتورة اسماعين خبرات كبيرة مع كابتن زكريا مع كابتن خالد بيبو يعني ايه يعني اعمار مختلفة والفكر قريب من بعضه في الاخر عتصب ان هما الاختيارات تكون في واحد عنده كفاءة عالية يجي يدير النادي الاهلي كمدير فاني تمام فدي ان شاء الله احنا متعاشمين ونتمنى تكون موجودة الفترة اللي جاي تمام فيه عناصر تانية ولا هم حاجة شخصية وبس لا وزي ما قلت لحضرتك بالنسبة لله يواجه اللاعبين كتير نجوم يعرف يتحامل معهم ازاي لعنده سنس في التحامل ما يبقاش يعمل ايه يبقى فيه فرقات بعيدة عن بعضين من الاول كده كله ده زي ما قلت لحضرتك برضو بعيدة تاني بيولد النجاح الاستقرار موجود في النادي الاهلي ما هي فيه جزء للنجاح بيبقى متوقف على برضو غرفة اللبس او التعامل خارج الملعب الكورة مش اكيد فنيات بس وملعب بس مع الشخصية دي مقاصر اتنين حتى انا كتبها انا معتقد ان حضرك هتسألني في الجهاز الفني الجديد تاني الاهلي ان هو برا الملعب الشخصية وجوه الملعب شخصية بقى فيه سنس في التحامل ما انت مش هتبقى على طول داخل مباوز وكاشش في الناس وبتاع لا فيه حتة قبل التمرين اه بتعامل باحترافية مع اللعيبة كويس عشان يحبوك لو اللعيبة حبتك الموضوع انتهى خلاص خلصت انت وصلت يلمانه الجزيه اول سنة تاني سنة تحب العب اكل لا بتحبه فيه ناس كتا عمالكة في لعيبة النادي الاهلي قعدوا برا محد ازاي عشان بيحب المدرب وعارف المدرب مصلحة الاهلي فوق كل اعتبار فهو المدرب بيشارك فيها بنسبة كبيرة حتة برضو الفنية كون عالي التكتج بتاعه مدرب يجي بيقرى الخصم تلعب بشغل كويس على اللي قدام ما يبقاش ايه انت بتلعب ومتكتف الاول كنت تلاقي فرقة النادي الاهلي كل ثانية عند الجون ما تضيع عشرة تجوان بس جايب خمس تجوان دلوقات ساعات احنا بنوصل ساعات بالعافية ما يبقاش زي الاول يعني سيبك من المباراة الاخيرة للاقي فيه ماتشاط يعني اخدمها بصعوبة وبرضو ده بتفرق اللي التكتج بتاع المدرب هو اللي وصلك هو اللي اشتغل وانت جايب اجنبي لازم تكون اعلى من اي حد في مصر يكون عندك فكرة عالي جدا جدا طبق ده اللي بتوظفه لفرقة النادي الاهلي فانا دي اللي بنتمنى يكون فيه المواصفات دي حتى لو غالي شوية بس مش مشكلة احنا عايزين النجاحات تبقى مستمرة والاهلي ما يفقتش اي حاجة يخش فيها بعد كده تمام حراجة ذكرت مباراة بيراميدز هل الاجواء او الجدل التحكيمي اللي حصل في هذه المباراة سيلقى بزلاله على مباراة الدوري او مباراة المحلية لفترة القادمة ولا احداثها زي المباراة امتهت وهيكون فيه تدارك للموقف من قبل اتحاد الكرة في المرحلة الجاية لا هو حتة اتحاد الكرة اللي حصل فيه اختلاف الاتحاد الكرة الاولاني مشي هيبقى فيه اتحاد كرة جديد اكيد المنظومة هتتغير حتة ان يبقى فيه لجنة للحكام جديدة الناس ترشح لجنة الموجودة دي هترشح لجنة حكام جديدة تكون فيها ناس كفاءات عالية جدا ما عندهمش اي ميول ما عندهمش اي انتماءات شخصيتهم تبقى قوية هيجوا يشتغلوا والله يشتغلوا ثبتوا وجودهم هتلاقي التحكيم ممتاز جدا جدا وبتمنى اللجنة جديدة دي تساعد ان يكون الفار موجود السنة الجاي خدمة الفار دي هتساعد الحكام كتير وهتساعد المنظومة بتاعت التحكيم بالنسبة للمبارات اللي هي تبقى صعبة جدا الحكم بتاع المبارات الاهلي وبراميز احنا اتظلمنا اتظلمنا ظلم زي ما قولوا باين على مرأة وما اسمع الناس كلها لنا ضربتين جزاء واضحين جدا جدا لو واحد كفيف هيحسبها تحت حسين الشحات عدم نحمد ايمان منصور راح تلمين جوه الستة وراح ما حسبهاش وبعدين اسمع تعليقات بعد كده يقول لك اصل هو اعتمد ان الحكم الخامس اللي على الخط ان مثلا عيدينه مثلا يقول له احسبها او يلفت نظره ده واضحة جدا الحكم الخامس عمل نفسه مش شايف ما ينفعش دي ضيعت منك بطولة ما انت ليه كدر بتنجزاء هتجيب الاثنين هتكسب مباراة طب لحين تطبيق تقنية الفيديو تقنية الفار هل تؤيد استمرار تجربة الحكم الخامس ولا انا اكتفي بالحكم الرئيسي الحكم الساحة واثنين مساعدين والله يعني انا بكتفي بالساحة واثنين مساعدين شايف الخامس مالوش دور مالوش شخصية قوية بل بلعك تسبب في مشاكل اكتر لا بس لحد ما ينطقوا لحد ما ينظموا او موضوع الفاردة بالفيديو وكده يبدأ هيلقى في صعوبة شوية بيتحملها بدل الخامس موجود ما بيعملش حاج قبل كده ازاروا ماتش الانتاج الحرب اتشد من هنا من رقبته قدام الحكم الخامس وما حسبهاش دار بالجزاء ودوقتي ماتش برامدز الراجل قدامه حسين اتشحاتي هتبرد تحت رجله هو احمد ايما مسور يعني التجربة لم تنجح وتفضل ان ما يكونش استمرارها للموسم القادم طبعا استمرارها زي عدمه يعني بص حضرك ايه الايجابيات طيب ما احنا كنادي اهلي خسرنا طلعنا برا الكاس بطولة برضو مهمة لنا فقدناها بسبب التحكيم ما احترامي ليه لكل التهديل واحترام من الحكام اللي انا بحباها جدا حكم محترم جدا جدا وراجل نزيه وما فيش اي اختلاف عليه بس دباحنا لما انا اجي هنا انا مش بنقوده او يعني بعلق الشماء عليه بس ليه حقوق كان لازم يدهاني ده حق حق الشرعي كنادي اهلي ضربتين جزاء طلعوك برا المنافسة خلو العيبي يتنرفز يخلو حد من الجهاز يتنرفز ما انت اللي بتخرجنا عن شهورنا تتبحني انا المباراة بتاعتي اه في حاجات اخطاء فرد احب بسيطة بس ممكن تعدي فرغم من الظروف المباراة بس انت ما تخسرش لو حسب لك ضربتين الجزاء في حاجات مشكوك فيها كده زغيرة مش عايز اقف عن دي بس دول لازم يتحزبه طب هل تتوقع الاخطاء دي تأثير هيكون سلبي على الموسم القادم ولا الموسم القادم اللي هو مش بعيد على فكرة اهل من شهر هل الاخطاء دي مش هتتقرر او هيكون فيه معالجة في الموسم الجديد بس انا لجنة الحكام اللي هتشتغل الموسم الجديد الحكام اللي يخطأ انا في وجهة نظري يكون الخطأ بتاعه فادح واضح جدا اخباطه تلت تشهر لو هتشتوبه تلت تشهر ست تشهر طيب تلت تشهر الشاطب ده لأمور تانية عارف تلت تشهر عارف تلت تشهر الواحد ساعات برضو غزبه عنه بيتدايق بتنرفز انت مش بيدك حاجة لما الحكام مش تقول لي لفت نظر مباراة بارتين لا شهرين تلت تشهر اي واحد تاني هيخاف يعمل كده مش هيخاف ان هو متعمد هينزل المباراة عنده تركيز عالي جدا جدا ما يغلطش الغلط وفي صايت ما يكونش فيه هدف يحدي انا ما ضربتين جزاء تطلع بيهم هدف يكون مثلا تسل وتحسبه يخسر فريق ثلاثة بنت ما دي حرام فانا ما اعتقدش ان الموسم اللي جاي هيبقى زي الموسم اللي هو هيبقى انتهى بسلبياته ايجابياته لان اللجنة اللي جاية دي مطلوب منها شغل كتير بعد اختيارهم اول حاجة يعملوها موضوع لجنة الحكام يختاروا ناس اعضاء اللجنة اعضاء اللجنة ناس متفرغة للمكان ده وللمجال ده يكونوا عندهم رؤية عندهم خبرات كبيرة مجال التحكيم ومش اقول كلمة ممكن حد يزعل مني يكون الضمير قبل اي حاجة يكون الضمير قبل اي حاجة انها قوحش حاجة في الدنيا الظلم فرقة تهبط فريق يكون يطلع بره بطولة حرام فانا شايف الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه تغييرات كويسة جدا هتكون صالح للكورة المصرية باذن الله هل الموسم القدم هيكون اقوى وافضى من الموسم الماضي ولا الموسم الماضي ده مش هيتقرر لو في مستوى ولا في تنظيم ولا في اي حاجة الموسم اللي ماضي ده زي ماقوله ايه كده زي ما احنا قلنا قبل كده في اكتر من حلقة يعني مغضي نظر عن كلمة استثنائي لا مغضي نظر عن كلمة هقول لي اصلي الرابط الموسم ده وخلى فيه فشل شوية مش كله طبعا الموسم كان فيه ضربات كتير منهم بطولة الامة الافريقية هو الدوري نجح وكان قوي ولا كان دوري ضعيف الدوري كان بالنسبة 60% يعني برضو مش هايز اقول ضعيف مش هايز اقول قوي بس طبعا فيه فرق اكتهدت وبالنسبة ليها الدوري قوي انا بالنسبة ليها كان دوري قوي خدته زي يقوله ايه من فهم الاسد كان بيني وبين المنافس نوعات كتير واكتهدت واشتغلت وتعبت وخدت البطولة عن جدارة دي من البطولات اللي قوية جدا اللي نادل الاهلي لانهم كانتشي في الاول كان قريب لا انا اصد المنافسة الشرسة اللي غيرت اخر اسبوع بتؤكد ان الدوري كان في مستواقا قوي الشرسة حتة الهبوط والناس اللي في النص كان دوري عادي ان هي الشرسة كانت فوق لغاية الاخر عشان الفرق كان بين الاهلي والزمالك الفرق كان من النقاط كبير الاهلي يعود وبكوة وياخد البطولة دي ما تتنسيش بطولة غالية لنادي الاهلي بس انا بتكلم على الحتة الفنية لا المفروض يكون الدوري اقوموا كده طب هل الموسم القادم بنفس الشرسة مع السلاسة اللي كان موجود في المقدمة ولا ممكن عدد الاندالة هتنافس على البطولة هتزيد ولا بنفس العدد التلاتة لا الشرسة هتكون موجودة اهلي زمالك براميز نفس السيناريو بس اللي هيفرق الدوري اللي فات عندها انه ما فيش توقفات كتير حتة برضو البطولة الافريقية فدي خارجة عن اراضتنا تنظيم جيل لمصر ونصر نظمت البطولة واشتراكنا فرق معنا جميل جدا ده فيه ناس ماتية وصحيت والليه الدوري تلعب يعني مش قصد يعني فيه ناس كانت بعيدة يعني الناس اللي هي حتة حتى الهبوط حفلة وفضل متعلق لحد الآخر ان الحد الآخر ماتش في البطولة الامة الافريقية كانت الدنيا من لغبطة قوي فالسنة الجاي هيبقى فيه تنظيم على مستوى حالي هيبقى فيه الأخطاء اللي وقعنا فيها الموسم ده اللي فات مش هتتكرر تاني الموسم اللي جاي والناس اللاجمة اللي جاي تشتغل دي عايز يبقى ليها بصمة وليها دور بعد ما عليهم الاختيار وانهم متواجدين لو المجلس المؤقت اه المجلس المؤقت اه انا شايف فيهم برضو ناس يعني ايه جداد على الساحة بس فيه ناس عندها خبرات يعني زي محمد فضل واحمد عبدالله دول لعبة كهرة موجودين في اللاجمة فيه الدكتور جمال محمد علي فيه البشمهندس عمر الجنيني فيه الدكتورة صحر عبدالحق فيه برضو خبرات التعامل مع الموسم اللي جاي اكيد فيه إيجابيات هيستفادوا منها من البطولة اللي فاتت فيه سلبيات اكيد مش هشتغلوا عليه وازأول حاجة هتبقى من عوامل النجاح اللي هتساعدهم موضوع لجنة الحكام اللي التحكيم لان دي اهم حاجة في عنصر اللعبة دي اول حاجة يخلصوا منه تاني حاجة التنظيم الجدول الدوري يكون منظم لو فيه استحاقات كل حاجة في معادها ما يكونش فيه مؤجلات كتير كل الحاجات دي كلها في الاخر هتتكلل بالنجاح بالنسبة للناس اللي جاي تشتغل عكس كده هيبقى فيه نجاح له طيب رأيك ايه في اعلان الفيفا وانا بحدد المساميات بالظبط اعلان فيفا لللجنة الخماسية الهديرة لاتحاد الفترة القادمة كمدرب او كراجل فني في المجال شايف ده اصلح للقراء المصرية الفترة الجاية ولا حسبتها ازاي او شفتها ازاي بالنسبة لللجنة الموجودة الفيفا موافقش عليها كده من فراغ اكيد تم ترشيح هنا من عندنا من مصر وشافوا السفاءات بتاعتهم شافوا السيرة الزاتية فاكيد وقع لهم الاختيار الناس طبعا زي ما بقولوا كده باللغة البلدي ليهم ايادة بيضاء لو كانوا في المجال يعني فضل اشتغل في الامر الافريقية كتنظيم ونجح بامتياز بطولة كت على المستوى التنظيمي كت فوق الممتازة كويسة جدا جدا بطولة دولة فعلا بصراحة بطولة حيلة يعني راعت جدا كاس الامر الافريقية واولت لها اهتمام كبير بحي المنظومة العسكرية بحي المنظومة العسكرية اه كل التحية والتأدير ليهم طبعا الناس الفنيين اللي اشتغلوا فيه ناس اشتغلت في الاتحاد مش عايزين نظلموا بالناس اللي مشت فيه ناس اشتغلت المنظومة العسكرية اشتغلت جميل جدا جدا في فترة ليلة ونظموا الملاعب كلها كانت على مستوى عالي فضل اشتغل واكتهد والبطولة كانت مميزة جدا جدا بس هي طبعا ايه كانت من ناحية الفنية بالنسبة لنا المنتخب ما كانتش كويسة سأتكلم عنها حتى نظمية فاكيد خد خبرات فضل الفترة اللي اشتغل فيها اه احمد عبدالله كان بيلعب في ناس الزمالك ودكتور عنده برضو خبرات في المجال الرياضي اكيد برضو هيكتهد دكتور جامل محمد علي من الاعمدة الاساسية اللي موجودة فيهم راجل اكاديمي عنده برضو خبرات اللجنة دكتورة سحر عندها برضو خبرات كانت ماسك نادي النصر رئيس نادي النصر رئيس نادي النصر عندها خبرات ومن ناس الشخصيات المحترمة جدا الخامسة ما فيش اي علامات عليهم اكسي ده علامة صح بس الشغل بقى اللي هيوضح اكتر الشغل ازاي زي ما قلت لحضرتك المطلوب المسلم اللي جاي من بطولات الاستحاقات اللي بيشارك فيها من استقدام مدرب انتطرك لها مدرب لمنتخب مصر ما فيش مجملات ما فيش عاطفة او هل ترى ان المزاري الفاني المنتخب نفس الاسماء اللي كانت توليت المسؤولية من قبل ولا شايف ان الافضل ترشيح وجوه جديدة او ضخ دماء جديدة في الجهاز الفاني المنتخب مصر اقول لنا اللي علمت به الفترة الاخيرة اقول لنا وصلنا كلنا في الشرع القرويان ان هما لازم يكون محلي لازم يكون محلي ودي برضو نقطة كويسة ايجابية مش وحشة اي معظم انجازات منتخب مصر اكثر مع المدربين الوطنيين اكيد زي كابتن حسن شحادة تلت مشاركات افريقية خد تلت بطولات من الانجازات العظيمة اللي اي مدرب يتمنى يحلم بيها سواء محلي او اجناب ودي تحط تحت يام يتخط كابتن حسن رقم واحد في ناس كانت مرشحة بعض المدربين الصعب وجوه جديدة تخش يعني تكون سويرة لازم حد يكون عنده خبرات حد عنده شخصية زي ما بقول لك شخصية النادي الاهلي لازم شخصية المنتخب حد قيادي حد قوي في الاختيارات في التعامل مع العيبة في الملعب انت شفت المدربين اللي كانوا موجودين الشخصية تحت السفر الاتنين كان اجيري او المكسيكي اللي بعدين ده وجهة نظري لان ما فيش حاجات مش عايزة يعني اصعدنا ده حلم الناس انت تسعد كاس عالم حلم الناس مثلا ايه تتوصل بعد كده بطولة افريقيا او بتاخد البطولة زي كابتن حسن شحاد بس مش شفناش ايجابيات لا فنيا ولا نتائج ايجابية ده فوجة نظري غير ان الدنيا قد بايزة في ظل الوجود المدير الفني الاجنابي سواء في كاس العالم او في بطولة افريقيا اللي كانت في مصر كان فيه اه اه انفلاث غير عادي بالنسبة اللعيبة سواء في المعسكرات سواء في المباريات فكل دي خلاص خلصنا منه هيجي هنا انت فوجة نظري محلي اللي عالساحة مين دلوقتي كابتن حسن شحاد وفيه ناس بتقول الكابتن حسن بدري فيه ناس بتقول الكابتن حسن حسن على اساس ان التلاتة قريبين قولهم بالبطولات كابتن حسن شحاد معاسي فيه جيد جدا بس هل كابتن حسن عنده المقدرة الفترة اللي جاية يقود المنتخب بيبقى نفس الكفاءة بتاعت الفترات اللي قبل كده يبقى هو رقم واحد دي ترجع له هو سواء يكون جهاز فني محترم معاه جهاز فني على مستوى عالي ويشتغل حسب اختيار اللجنة اللي اترشح بس سألنا انا كنت بتمنى حسن حسن اتمنى حسن حسن عشان حطة القيادة وقوي في الملعب الفترة اللي جاية عايزة واحد قوي اغلبيت اللعيبة اللي في المنتخب كلهم اعمارهم سايرة دي وجهة نظرك هتنصدين ووجهة نظري دي دي ما تقللش من اي حد لا 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 انت ممكن تقول لنا عايزة جيب جوزيه عايزة جيب مثلا مورينيو انت حر سأقول لي حسن حسن لو قلنا هو مدرب قوي في الملعب فترة اللي قاعدين ده منتخب مصر لا يمسك اهلي ولا زمالك هيجيله احسن العناصر هيختار اللعيبة هيختار بدكة وبعناية وهو جريء في الاختيارات الناس اللي كنت بتختار قبل كده كل مدرب فيهم سيب ثلاثة ربع عيبة كواسين ماخدهمش تمام يحب بقى يكره بسبب الجزء الفن المعاون بسبب وجهة نظره لا السام حسن هيختار هيختار الناس اللي تنجح البلد وهيشتغل لمصلحة مصر لو فيه اي حاجات سلبيات عنده المنتخب غير النادي يا كابتن محمد ازاي لو فيه عنده حصل اي حاجة في المصري في الزمالك في المقاصة في اي عنديها لا ده منتخب مصر اعلى حاجة في مصر صمعت البلد كرامت بلد حبت البلد لو اشتغل في المنتخب في الكورة انا متأكد في الكورة في الرياضة انا اقاسي في الرياضة لو اشتغل في المنتخب انا متأكد هيعمل حاجة كويسة هيبقى ليه تواجد بس الرأيه الاول واخير لمن للجنة اللي بتختار جي كابتن حسن شحاته كل مصر هتسنده ومن الشخصيات القوية ومندرب عظيم وليه طريق كابتن حسام البدري عنده برضه امكانيات عالية جدا بطولات كبيرة مع النادي الاهلي وليه بيع طويل في الدور المصري والمشاركات الأفريقية ووقع بطولات كتير لو موجود كل الناس معاه بالمهم طالما مصري جاي هيشتغل مساندة من كل اي ناس في مصر كل الميول اللي موجودة كلها مع المدرب المنتخب الوطني المحلي هل تتوقع يا كابتن صديق ان اللجنة او المجلس المؤقت اللي هيجير الاتحاد هل ممكن يختار مدير الفني للاتحاد هو اللي يختار المدير الفني للمنتخب ولا في جلسة الاسبوع الحالي او في نهاية الاسبوع ممكن اللجنة نفسها او المجلس المؤقت هو اللي يختار المدير الفني بشكل مجاشر انا بصراحة عمر ما شفت مدير فني في الاتحاد اختار مدرب ام فذكرني انت كده يمكن انا ناسي ما فيش مدير فني اختار حتى لما جي كابتن جوهري فترة مدير فني ما اختارش حد عمله معا مشكلة وطفشوه طب هل ده صح ولا غلط طب ده صح ولا غلط ده غلط المنظومة عشان تتدار بنجاح يعني مثلا عندك انت لما يكون تجيب ناس معنيين بقرطة الكادة عندهم خبرات تمسكهم لجنة وتمسكهم اي مجال هيبدعوا فيه لان هم عندهم الامكانيات وتؤاهلهم في الاختيارات في الخبرات انا لوقتي هم هيختاروا مدرب اللجنة اللي تختار تقولك على موقف المدرب اللي فات في المنتخب مصر فيه واحد ولعب كبير برضو عنده كاريزما والناس كلها بتحبه وعنده شخصية كويسة ما كانش موقف على المنتخب جابوه خاص من عنه قالك ده لما كنتش عارف واتفقوا معا لا مع انت المنظومة ما تقعد على الطاولة تجيب كل المعنيين بقرطة الكدب مجلس الادارة الاتحاد او الخمسة الموجودين اللي تعينوا دول نجيب مين لازم يكون فيه توافق حتى في الاختيارات فيه رؤية فنية واضحة بس فيه اوقات من غير الادارة فنية للاتحاد او مدير فني رئيس الاتحاد اختار مدير فني ونجح يعني انا افكر في توقيت 2005 كابتن عسام عبد المنعم اختارك كابتن حسن شحاتة بعد رحيل طردلي بس ده كان رئيس الاتحاد مش انت قلت يا مدير فني الاتحاد انا رديت على سؤال حضرتك مش مدير فني رئيس الاتحاد اللي جابو وبرضو وفق فيه لان برضو ما كان فيه عوامل مساعدة كابتن كابتن محمد فيه عوامل مساعدة بتنجح المنظومة من ضمنها اللعيبة مم القماشة برضو كويسة كان من اعظم لعبت الكورة في الجيل ده التزام اخلاق عالية جدا صلاة كل حاجة فنيات عالية في الكورة ما احنا قلنا في البداية فيه امور خارج الملعب مهمة جدا زي الملعب الله ينور عليك كل حاجة يعني الكورة مش كل حاجة جوه الملعب انا معي او شغل فني او تاكتيك بس اتطرقنا فيها للمدرب بس ما اتطرقناش اللعيبة اول في بداية حادثنا بس احنا بنضيف عليها انا وانت اللعيبة القماشة كويسة معدلك اللعيبة حسن عد ربه احمد فتحي عمد متعب ابو تريكة بركات وقل جمعة عمر زاكي ممكن نكون الناس حاد محمد شوقي مجموعة لعيبة كورة اخلاقيات عالية جدا مش معناها اللعيبة دلوقتي مش اخلاق لا كل لعيبة منتخب اخلاق لو فيه بيسقط منهم واحد او اتنين مش مركز بس بقيت اللعيبة كلهم على مستوى عالي ومتدينين بس المجموعة دي لن تعود على رأسهم عسام الحضري ففرقة كورة فكابتن الحسن طبعا لما جيه ربنا وفقه خادر بطرات دي كله هو برضو اشتغل واكتهد فيتا جانس اه فيتا جانس واحمد سليمان بعدين العيبة كنتمساعداهم فمتمنى ان ادارة المكلفة دي اتحاد المصري اختيار المدرب في اسرع وقت برضو عشان ايه هو حسن معلوماتي اعتقد قبل نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله يا ربنا وفقهم كلنا معاهم يا كابتن ان احنا في اختيار مدرب قلنا عليهم التلاتة يكون موجود عندهم بقى رؤية فنية تانية اي حد يجي بس المهم يكون ايه على المستوى المنتخب ان يشيل اسم المنتخب واسم مصر ودي بتبقى امانة ان الناس دي تختار بدكة وبعناية عشان ربنا يكرمهم ما يجوش كده فترة كله وكمان حاجة مهمة جدا نحط تحت يام يتخط كل واحد ينسى ميوله انتوا وين تخدموا البلد ما ليش داوا بقى دا من هنا دا لا انا متأكد ان هما الناس دي هيكونوا استفادوا من اخطاء الغير ويشتغلوا الفترة اللي جاية كويس لان دول المكلفين يعني مش عايز اقول لك انا التوفيق رب الفترة جاية ان شاء الله يا رب ان شاء الله كابتن صديق كلمة اخيرة هتحب تختم به هزا الحوار بختم طبعا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله ربنا يكرمنا الفترة الجاية ويكون موسم كويس جدا جدا وربنا يبعد عن اللعبة النادي الاهلي اصابات ويكون فيه نجاحات في الاستحاقات كلها اللي احنا بنشارف فيها بازن الله كابتن صديق جمال شكرا جزينا وكل التوفيق ليك يا رب ولجنة اكتشاف المواهب تجين نشوف لعبة بقى مواهب متميزة في اعمار السنية كلها داخل قطاع الناشئين وليما لا بإذن الله يكونوا نجوم في الفريل اول ان شاء الله بإذن الله ربنا وفق بإذن الله شكرا جزينا كابتن صديق شكرا جزينا كانت فقرة فنية مهمة جدا مع الكابتن صديق الجمال لكن مطرحوش بعيد بعد الفاصل ضيف الفقرة الحوارية الاخيرة من برنامج الاهل الليلة الكابتن محمد عبدالجليل مدير الفني او رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقص اشتركوا في القناة